بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله حددنا دلوقتي الأبعاد بتاعة البارت بتاعنا وحددنا نوع الماتيريال اللي هنشتغل بيها فأنا عايز أشوف شكل البار طبعا هو هنا مديني الشكل في التو دايمينشن فهل أنا ممكن أشوف الشكل في الثري دايمينشن نعم إننا زي ما أنا شايف قدامي هنا المينيو اللي موجوده قدامي دي هضغط على الأروا وهي الديني الفيوز المختلفة وهقدر أعمل الجزء في الثري دايمينشن بإذن أنا هنا حددت إن أنا بشتغل على المتوازي المستطلات اللي موجوده قدامي وعرفت الأبعاد المختلفة بتاعته طيب أنا والله أنا هجيب التوب تاني يبقى التوب من الديني قدل xx وlyx ونزد xx بيبقى normal to the screen عايز أعرف إن الأبعاد بتاعتي وشاكك فيها إن أنا غلطت في بعض ولا أي حاجة just click على stock هيرجع لي تاني ويوريني إن أنا خدت length b5 و width b5 و thickness b2 يبقى دي أول حاجة عرفناها من stock شكرا نقفل بنقوله إيه كده خلاص افتكرت إيه الأبعاد اللي أنا عايز أشتغل عليه طيب هو الديني كده المتوازي أول حاجة في عندي المينو بتاعة file فيها new وفيها open وفيها close الحاجات المعهودة اللي احنا عارفينها في المينوز بتاعة الويندوز المختلفة فيها save وفيها save option فيه save option هنا فيه طبعا يختلف شوية عن المينوز بتاعة الويندوز المختلفة يجيب يقول لي إيه لو أنا عايز أعمل create the backup للcopy فبقدر هنا أضغط وقول له إيه create the backup عايز أعمل يا backup يبقى أنا إيه قدرت أعملها وأخزن الفايل عايز أعمل compress file بقدر عايز أقدر أعمل save preview picture in file and so on بيقول لي هنا always save ولا never save ولا ask me احنا ما خليناها على ask me عشان إما عووز أعمل save هي بتيجي by default ask me وأنا بحب أسابها دايما كده إن أنا أقدر أحدد متى إن أنا أقدر أعمل عملية save للشغل اللي احنا بنعمل وهنا نتعرف إن شاء الله إزاي نعمل save لهذا الجزء اللي احنا بنشتغل عليه طيب يبقى دي كده في المينيو file يمكن أنا قلت إن أنا أقدر أعمل import من الفايل من البرامج المختلفة software زي AutoCAD أو SolidWorks بقدر أعمل منه import وأقدر أعمل export وفي import export option دا بيحدد لي من خلاله نوع الفايل اللي أنا أعمل له أعمل لفيتشر كمه أعمل 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 الفايل أوكي؟ طيب دي هو الفايل اللي هي المينيو اللي هي فايل في بعد كده عندي إيه إيه سند لو أنا أعيز أعمل سند لهذا الفايل إن سؤن فيه الprint وفيه print preview وفيه print set up وطبعا دي بتبقى اخر ايه فايلات مثلا انت اشتغلت فيها فهو احنا مديني لحد ايه ستة فايلز مختلفة طيب ما تيجي نفتح فايل من الفايلات دي ونشوف علي ايه عشان نقدر لان فيه المنزل اللي بعد كده محتاج يكون عندي فايل بالفعل انا شغلته قبل كده اقدر اشتغل عليه طيب فانا لو فتحت الفايل اللي قدامي ده هجد اني انا عندي فايل انا شغلته على ميلنج ماشين وهذا الفايل بشوفه في الايزومتريك شكله ايه الاول قبل ما اشوف رئيزومتريك انا عايز اشوف اذكر نفسي وياكم بان احنا عايزين نعرف الابعاد هنا الله ده هنا الابعاد اصبحت با hanging بالمليمتر يعني انا قدر زيما انا قلت انا انا اشتغل بالمليميتر او اشتغل بالانش فهنا الابعاد بالمليمتر شكرا عرفنا كده الأبعاد بتاعتنا باجي بعد كده بقول عايز أشوف الشكل في الثري ديمينشنز فهنيجي للمينو دي واضغط على ايزومتر واضح لي هنا الشكل في الثري ديمينشنز هيكون ازاي طيب بيجي بعد كده بنشوف المينو اللي هي بتاعت edit فباجت زي ان المينو بتاعت edit أنا بعمل فيها بس ايه زي عمليات selection select للpart او feature معينة وبقدر اعمل deselect او select cut وbest والكلام ده طبعا كلها زي ما هي ما فيهاش يعني يمكن ايه حاجات جديدة كتير تعالى للview هنجد الفيو ده ما ممتلئ بأمور هتفدنا جدا باديئا من عملية السيميوليشن فلو جيت لعملية السيميوليشن ما المقصود بها عملية السيميوليشن بيقول لي ان انا لو عندي البارت اللي قدامي ده عايز اعرف ما هو بقى ايه ال operation زي ما انت شايف كده بقى بعد ما بعمل عملية السيميوليشن ايه كل حاجة ايه ال operation list زي ما هي الموجودة قدامي وما هي ال details الموجودة اللي هشتغل اللي طلعت لي منه هذه ال operation وكمان ال NC code طبعا انت شايف هنا ال NC code غير ظهر ليه غير ظهر لانه لن يظهر ال NC code غير لما اعمل عملية ايه السيميوليشن واعمل ال tool path يبقى انا حددت ال tool path اللي هيشتغل على هذه الشغلانة وبعضين بقدر اعمل وبعضين ايه يعمل لي generation لل NC code يبقى دي اول menu طبعا دي انا تعنيها تفصيلا وهنعرف كل بطن من دول بيعمل ايه فانا ببدأ اعمل عملية simulation من الممكن اني انا اعملها في في ال 2D ومن الممكن ان انا اعملها في ال 3D واعمل كمان رابد رابد cut رابد cut يعني بيخليني يعمل لي عملية التشغيل سريعة جدا بس عشان ايشوف شكل المنتج انها يكون ايه وفي machine solid المachine solid بيوريني شكل المachine وشكل ال tool وهو بيشتغل على هذه الشغلة وبقدر اعمل ايه simulation بطرق مختلفة انا ممكن اعملها step by step او ممكن اعملها نوعين ال automatic next step انسوء وممكن في الاخر اقدر اعمل ايه tool pass اللي انا شغال علي view modes اقدر اني انا من view modes اللي هي موجودة قدامنا هي هيبص هنا يبقى ايه view modes نقدر نجيبها من هنا وممكن انا اطلعها من هنا مباشرة ان انا ببدأ بيوروتيت انا عايز اعمل ايه روتيت لهذا البارت او انا بقدر احرك البارت بتاعي x y اخد بالك حولين x axis و y axis اهو يبقى انا كده ايه احرك الشكل واشوف الشكل ايه من زوايا مختلفة في trackball ادي trackball بقدر ايه الف في الشكل في زوايا مختلفة اذا ما انت شايف انا رجاء الله طب ده الشكل كده لا ببساطة خالص ان انا عايز ارجع كل حاجة انا عملتها هقول له ايزومترك هيرجعني ايه اللي ايه دايما انا بخليها عندي لان هي البان هي اللي بخليها دايما في السكرين اللي قدامي على طول لان هي اللي بقدر ايه احرك بها الجزء من مكان الى اخر دون ان انا اغير في الزاوية او في ال ال اللي هو موجود عليها في ال ايزومترك في عايز اعمل روتيت حوالين ال x axis ممكن حوالين y axis z axis عايز اعمل زوم او عايز اعمل زوم للشكل كله اه بعمل زوم للشكل كله طب انا عايز اعمل زوم لأريا معينة يعني انا عايز اعجي عند الهول ده انا شايف في chamfer فعايز اشوف ال chamfer ده باين ازاي فهاجي اقول ايه بوكس زوم وااجي كده اه اه يبقى هو كده اه وراني يشوف ده انا عامل chamfer للهول ده موجود فعلا لتشامفر يبقى ايه كده الكلام ده صح عايز ارجع كل حاجة زي ما كانت ايزومتريك ارجع تاني واقول ايه هنا على center all يبقى center all ويبقى كده انا رجعت لي ال view الاصلي اللي هو بتاع ال ايزومتريك وبالحجم اللي هو موجود على الشاشة اللي قدام ارجع دايما دي عشان انا بخليها ال pan هي اللي موجودة قدام يبقى اذا انا عرفت اعمل zoom وقدرت اعمل box zoom وعرف center all center selected لو خدت select معين وقدر اعمله center و center selected point وهكذا طيب تعال لي ال 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 عشان نعمل عمليات التشغيل باجي بقول ادي هنا ادي عندي ال screen القدام فيها top لان في top بقدر ابدأ بقى اعمل features المختلفة اللي انا عايز اعملها على هذا الشكل خلاص يبقى كده احنا بهذا نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع نستكمل ان شاء الله في المقطع القادم